بفوزه بميدالية ذهبية في صباح 3-3 متر موانع في الألعاب الأولمبية التي كانت بفرنسا لسنة 2024 والمجهودات التي قام بها العداء المغربي سفيان بقالي وشحه الملك محمد السادس بوسام العرش من درجة قائد وهذا الاستقبال كان بحضور رئيس الجامعة الملكية لألعاب العوى أبسلام أحزون حفظ الله لنا ملكنا الحبيب وجعله ضخرا وملادا لهذا الوطن اشتركوا في القناة